بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نهنئ المسلمين جميعا بعيد الأضحى المبارك نهنئ المسلمين بالعيد الكبير فرحم الله أياما كان يسمى فيها هذا العيد بالعيد الكبير وبالفعل هذا يعيدنا الكبير فهو عيد الأضحى وهو الذي فيه احتفال أكثر من عيد الفطر كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام فعيد الأضحى ذا العيد الكبير للمسلمين فنهنئ المسلمين عموما بهذا العيد المبارك وإن كان لنا لابد من كلمة تتعلق أيضا بالعيد والتهنئة فنقول أن هذا عيد الأضحى مرتبط في نفوس المسلمين بالأضحية مرتبط في نفوس المسلمين بالهدي ففي هذه الأيام في هذه الساعات هناك في أرض الله الحرام نسأل الله أن يرزقنا وإياكم جميعا الحجاج يقدمون الهدي إلى بيت الله تعالى وفي سائر أرض الله تعالى العموم المسلمين يقدمون إلى الله سبحانه وتعالى الأضاحي وهذه سنة ماضية عبر الزمان عن الخليل إبراهيم عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الحقيقة أن الواحد لما يستحضر المعاني المحيطة بالأضحية من أعظم ما يستحضر يستحضر أصل التشريع لهذه السنة المباركة وهو قصة الذبح وقصة إبراهيم مع ولده إسماعيل المشهورة عندنا جميعا كمسلمين وما فيها في الحقيقة من عبر كثيرة جدا ولكن من أعظم في الحقيقة هذه العبر أن كان هذا امتحان امتحان شديد جدا كيف يمتحن إبراهيم عليه السلام في ولده الذي انتظره طويلا وهو الشيخ الكبير الذي يعني رزق بهذا الولد بعد عمر طويل وزمن طويل فيؤتى بهذا الولد ثم إذا بلغ الولد مرحلة يعني من العمر يحبها الأباء وهي السعي مع الأباء فإذا به يؤمر بذبحه سبحان الله العظيم فكان هذه تخلية لإبراهيم عليه السلام ألا يكون في قلبه يعني غير الله سبحانه وتعالى كامتحان فنجح إبراهيم عليه السلام كما هو معلوم وكانت القصة الشهيرة الجميلة وفديناه بذبح عظيم والتي نستشعرها ونستحضرها كلنا في هذه الأيام عند الصفا والمروى وعند السعي ونحو ذلك استحضر المسلم هذه المعاني الجميلة الطيبة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق المسلمين جميعا الحج والعمرة إلى بيته وأن يتقبل منا ومنكم الأضاحي ويتقبل منا ومنكم سائر الأعمال الصالحة في هذه الأيام ونهنئ مرة أخرى ونقول لجميع المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين